السلام عليكم اخواتي اخواتي مرحبا بكم. مرحبا في فيديو جديد موضوع جديد في قناتكم. وحقا gag transparency هذا الموضوع جيد جيد مهم نتمنى تكونوا معايا في هذا الفيديو وتصنطوا ليه مزيان اشنو غالي نقول لكم لان انا غالي نقول لكم واحد المعلومات اللي ما كيقولها لكم تشي شخص هاد يوتيوب هادا انا كنقول لكم وكان اكد عليكم الناس اللي كتتواصلوا معايا هاد المعلومات هادية غالي تفيدكم بزا 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 ان شاء الله رقر ربي ان شاء الله حاليا هنا في اسبانيا باقي ما قالوا تشي حاجة بالنسبة ل هاد شي تا امتا غالي يبدأ الموسم تا الفريز ولكن هالبنات اخوان وهكذا الموسم تاوك يدام من مارس افريل لذلك ولكن تقياد تسجيل يعني بالنسبة ل الناس اللي مهتمين خاصهم تسجلو في المغرب وكتعرفو هاداك شي كي بغي الوقت يالله الوحد اللي بغي وجد لي الوطائق اللي مطلوبين على لغة اخوتي هذا هو الموضوع تا اليوما بالنسبة الناس اللي مهتمة بطريقة تسجيل في هدف موسم الفريز هنا في اسبانيا في جانب شنوك ما الوطائق فين غادي الدفع اخوتي جبت لكم حاجة اخرى هي واحد باش تواصلوا مع السيد تكونتاكتاو معاه و تهدروا معاه ديغاكتما وان شاء الله يكون الخير هدا هو الموضوع التانيوما ما تنسوش اخوتي بارتاج 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 و لايك هذا الفيديو قلت لكم بغيتو الناس اللي مهتمين والناس اللي كهمهم الامر والناس اللي باغين يهاجروا والله يسهل على الجميع يتفرجوا في هذا الفيديو اوكي اخوتي الوغ نبدأ على بركتي الله دينترو فيديو الوغ اخوتي كي قلت لكم بسم الله الرحمة الرحيم كي قلت لكم الاخوان موسمة جنيه الفريز قرب ان شاء الله لذلك اخوتي بالنسبة الناس اللي مهتمة بهذا الشيء ضروري خاصكم تقيدو النساء راكم عارفين ليالات اللي عارفين كمشيوا كل عام راكم عارفين فين كتمشيوا اما بالنسبة النساء الجدود راكم خاصكم تمشيوا ليكم لا نابك راكم عارفين فين كاي نعب لما نقول لكم اخوتي اللوطائق اللي كتلبو لكم ضروري اول حاجة كي قلت لكم بغير باش نديرها لكم بين قوسين المعلومات باش تكوني باش تكوني باش تقول لك نتيل حد باش باش تدفعيه و باش يقابلك للعمل اول حاجة خاصك تكوني كي قلت لكم كامرأة يعني ياما تكوني متزوجة او مطلقة او ارمالة هذو هما الشروطة تكوني ايكون عندك الابناء يعني تكون عندك ولاد جوش لا تهدو كدروري خاصو يكون عندك الأولاد حاجة أخرى تكوني ساكنة في البادية هذا هو الشرط الأساسي أنك تكوني قاطنة في القرية أنا أخوتي في هذه القرية هذي أنا غالي نوقف على هذه النقطة هذي الناس اللي غالي نقول لكم واحد النصيحاتات لأختاتكم أني قال الناس اللي بغا تخرج بأي طريقة حاجة الواحدة اللي غالي ننصح بها الإخوان اللي كتعرفوا شي عندكم شي حد في العائلة ولا شي حاجة سيروا تسجلوا في العائلة كي كان دي روحنا هنا شهادات السكنة غالي تمشي غالي تصبر فهمتوا غالي تصبر وغالي تمشي ديلك شهادات السكنة ساعتك في البادية نديرها لكم حد شهرين قبل مثلاً ولا تصبر شهر شوف أنت أنا أنا بك أن أعطيكم غالي تصبر وانتوا كي كان قول لكم واجه النظر أنا كنلوح لكم الشبكة وانتوا ما فهمتوا لا مريح ندخل لكم في اللي ديتايل اللغة الإخوان أنا كي كان قول لكم الناس اللي كان عرف كي يمشي وكي تسجلوا ليهم كي ديروا لهم شهادات السكنة ههم في البادية بعدنا هم عايش في المدينة وعايش ضروري في البادية هذا هو واحد النقطة الرئيسية اللي كي حكروا عليها فهمتوا كي قلت لكم السكنة في البادية متكون متزوجة أو مطلقة أو أرمالة وضروري يكونوا عندك الولاد تكون زمان بنية جسدية مزيانة ما مريضة ما تجي حاجة ما مهرسة ما تجي حاجة هذا الشرط من الشروط الرئيسية يعني تكون قابلة قادة للعمل لأن الفلاحة كتعرفوا بأن الفلاحة شي حاجة أصعب ما يكون وهو الفلاحة الفلاحة وتكون عندك في الآخر كيف تكون عندك تجربة في مجال الفلاحة يعني في المغرب خدام ما قد حصدي كتديري هادي وهادي وهادي بأن أنا من خافش عليكم العائلات البادية راكونتهم تبارك الله كيعونوا رجالاتهم ولا خدامين مع والديهم ولا عائلاتهم ولا كلهم كيعرفوا مجال في هاتشي تعل الفلاحة هادشي من ناحية كي قلت لكم الإخوان هادو هما اللي اللي كتلبو كي قلت لكم غادي ندوزو دبا المرحلة تحت الوثائق أشنو كتلبو لكم أخوتي باش تمشي تدفعي لأنابك أول حاجة كي كنقول لكم وكنركز عليها خاصكم تديرو لكم الباسبور كنشي في عائلات الأخر اللحظة عادة باش كمشي أنا نرى الباسبور عندي وافئة شوفوا إذا بقت لكم الباسبور فيه تلت شهر هاديك بلما تمشي الدفعي رهها أوتوماتيك مو غادي رفضو لك فهمتوا يعني تبقات لك في تلت شهر تلت شهر ستيري جديد لك الباسبور تاعك ها واحد النقطة أخرى فوتوكوبي لك أخط ناسيونال تحتك ضروري تكون عندها صلاحية تحتك هي ما تكونش وافية لك أخط ناسيونال تحتك فوتوكوبي تحت الحالة المدنية تحتك بأنه بيشي بينه عندك باقي عندك أطفال مأهدك الزوج تحتك أو مطالق تحتك أو أرماله ضروري من الحالة المدنية فهمتوا نسخة من عقد الثواج ضروري إذا هو في حالة طلاق تحتك تحتك ضروري بإدلاء بشهادات اتبعوا معي واخذوا لكم مرقة واستيلوه وقيدوا لكم جميع هذه المعلومات فهمتوا وقالت لكم أخوات يضحون لكم هذا الشيء في النابل وددوا تفاصل وانا كيئون لكم في جميع الحالات ستمتين وقاعدوا لكم هذا الوكالة وواققوا لكم المعلومات التي تقلبوا لكم تتممى بالمغرب فهمتوا يعني انا كنقول لكم هذا الوثاق على هذا ولكن اسمتوا وكثم لكم هذه المعلومات اقوموا بس سوي بلترى اما تبيتهم world'sf كيف تبقدر اي اعتقل رو Instant هذا هو الشروط أخوتي الرئيسية لكي نشاء الله تواصلوا لكي تقدروا تخدموا حاجة أخرى مثلا كي قبلوكم يقدروا لكم عقد العمل بين 3 شهور 6 شهور 9 شهور إذا عجبتو الخدمات أعطوك يقدر يخليوك كونتراي تبقى معاها يقول لك كنا عرفو حد السيدة سكنها حدا على هنه اللي حد الآن برعا قتاع الفريسة هي الحد الآن دابع عايشها هنه صافي قادت لها مسائلها صافي لالالكالي إخوان هذا الشي اللي كنقول لكم كنقول لكم يعني اسميته ضروري إخوان كعتوكم 3 شهور كدروا لكم حد تجربة هذي هذي قانونيين هنه القانونة إسبانيا كيعطوك حد نابري ودي ترباخو يعني عندك 15 يوم كيشوفوك كيشوفوك الامبريساريو واش قادر على العمل ولا ما قادرش عن العمل إلا قادر على العمل ركز مقايمة مرحبا ما قادرش عن العمار كيجرجع إليك فذيك الوقيتات ما تفوتش 15 يوم هي نورمال مو كي كنقولوا حنا هذيك 15 يوم ما يقدر يخلصك فيها ما يقدرش ما يخلصكش فيها هذيك شي كيبقى بينكم وبين الامبريساريو كيبقى واحد اتفاق لأن في الكنتراتو إن فو كتسيني الكنترات كتسيني هذيك الورقات حد 15 يوم تجريبا إلا ما أعجبتش هذيك تجريبا كيك نقولوا بحالي خدمتي فابور ولكن كانين الناس وكانين الناس فهمتوا وكانين الناس لي وخوا ما أعجبتشهم شارك يخلصوكم فهذيك ما كي ياكلش لك رزقك وكيين انوش واحدين الله يهديهم على رأسهم كيك يقول لك هذيك ورقبت على هذيك تجريبا تحتى تحتى 15 يوم ألوغ ما ما عندك الحق يسي بغي ما عندك الحق باش تديك لاريبا اي حاجة لانك رسينياتي هذيك الكنتراتو تحتى تجريبا هذي من النقطة اخرى وكيك نقول لكم اي استفسار اي شي حاجة ما بيش نطول معاكم الفيديو وحاجة اخرى خوتي اللي عجبتني وابغيت نتبرتجها معاكم ووقت لكم على وهي اجبت لكم هاد الوفرة هذي هاد البلاسة هذي رهم طالبين عمال في الفريس كيك تشوفوا معايا هاد الشركة هذي انا اجبت لكم إلا بغيتوا تدروا لها سكرين ولا بغيتوا تعيدوا وبغيتوا تواصلوا معا الامبرساريو والسيد المتكلف بهاد بهاد البلانتاسيون دي فريسة شوفوا تواصلوا معاها خوتي والله يسهل عليكم تواصلوا معاها انا اجبت لكم بتليفون هانتو مكي كاتب لكم إكسبرينسيا بريفيا لبلانتاسيون دي فريسة بيكولو بيو 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 برادس بلسارتي البوستو دي رباخو هاد طالب زمان يعني يكون عندك التنبيل بو انا اجبت لكم هاد المعلومة هذي الله يسهل عليكم هاد السيد هادا طالب عمال للفريس هانتو مكي كاتشوفوا معايا هاد تليفون الهاتف تاؤو خودوا الهاتف تواصلوا معاه والله يسهل عليكم جميع ايلا بغيتوا مزيد من المعلومات حول هاد الموضوع تواصلوا معايا قولي ايا ديري لنا ما زال انشاء انشاء الله فيديو اخر الله يوفق الجميع والسلام عليكم